حضرية تكلمت عن عقلية أو ميندسات كده زي ما بيطلق عليها عامة بالنسبة لكل الفرق لو هنتكلم طيب يعني قبل ما نروح للدوريات الأوروبية حضرية تلخصت بشكل عام الفكر اللي يمكن الأندية دلوقتي أو الأجهزة الفنية الأندية بتتعامل به في الدورة في المباراة بشكل عام لو هنتكلم على الأهلي وإمبي النهاردة وكمان هندخل بعدها على الدوريات الأوروبية ومنشاستة الستي طبعا الدوري الإنجليزي تمام فخليل أول أهلي الأهلي وإمبي الأهلي راجع من مباريات مهمة بالنسبة له يعني راجع من نصف نهائي وواصل للنهائي بيرجع يستعيد الدوري تاني يروح عالية جدا ها يعني بيستعيد الدوري تاني هو كولر يبدأ يستخدم نظرية تدوير اللاعبين يعني احنا الياردة ممكن نشوف لعيبة مختفية بقالها فترة طويلة ليه لأنه هو عنده مشكلة إجهاد اللاعبة بصفة عامة ومشكلة إصابات ثانيا هو بيحاول ينهي كل المقشاط بالنسبة له بحالة فوز على أساس يوسع الفارق ويحافظ على صدارة الدوري لكن إنبي برضو فرقة مش سهلة يعني فرقة بتلعب دفاع كويس جدا بتلعب هجمات مرتدة كويس جدا بتحاول تستغل الصغرات اللي موجودة في الدفاع الآلي لكن لو بصينا على منظومة الدفاع عند الآلي هتلاقي في آخر مثلا خمس مباريات الآلي لم يستقبل أهداف في مرمى اتنين تقليل نسبة الأخطاء بالنسبة للمدافعين صحاف التمركز أو قطعوا الكورة ده ساعد الآلي على إنه يقوي المنظومة الدفاعية بتاعته تغيير فكر مثلا محمد هاني طبعا ما عندهوش لسه باكش مال قال علي معلول لكن تغيير فكر محمد هاني وتغيير الشكل بتاعه سواء من ناحية الهجوم أو من ناحية الدفاع ده بيخليه متطمن على سرعة الارتداد بالنسبة للهجمات المرتدة اللي بيقوم بقى الفرق القصاد والفرق أغلبيتها بتلعب مع الآلي بنظرية الهجمة المرتدة في حين انهو لو غير فكره شوية وعتقد كابتن تامر ده مدرد كبير في النسبة الامبي لو غير فكره شوية انه هو ممكن يبدأ يهاجم النادي الآلي هيعمل نوع من الارتباك شوية لكن هو دايما النادي الآلي فارد سطوته وفارد هبته هو ما بيقعد يراجع المطشاط الأخيرة بالنسبة للنادي الآلي وقدرة الآلي على الاختراق حتى في الهجوم وقدرته على الارتداد الدفاع السريع جدا وعدم ارتكاب أخطاء مؤسرة دايما بيجي للمدير الفني نوع من انه هو ايه انا لو قدرت اخطف منه التعادل يبقى كويس جدا صحيح هايل جدا لكن الآلي عنده طموح انه هو ليه المنع ان انا اتصدر اكتر اخد الدوري ايه المنع ان انا رايح افريقيا نهائي مع الوداد وده نهائي تاريخي بالنسبة للنادي الآلي ايه المنع اللي انا اخد الاربع مليون دولار بدل ما اخد اتنين مليون دولار استعيد اللقب من الوداد اللي هو ما سيطر عليه السنة الفاتتة واخده من نادي الآلي فيه دوافع كتيرة جدا اتخلي نادي الآلي نهاردة يحاول انه هو ينهي المباراة بالفوز اللقب من اشتركون نادي في في theta